قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل يقول للرسولة الصلاة والسلام انظروا كيف هذا الانحراف يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل وقال هذه قسمة لا يراد بها وجه الله أو لم يرد بها وجه الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم يعدل سبب نشأة هذا المصطلح أهل السنة فإن السنة في الصدر الأول من الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين يتسمون باسم الإسلام ما فيه إلا الإسلام أو الكفر ما فيه يعني اسم أهل السنة والجماعة لم يظهر إنما كانوا مسلمين وكفار فكيف نشأ هذا الاسم المسلمين في الصدر الأول من الإسلام في عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين يتسمون باسم الإسلام فقط عملا بقوله تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل ثم بعد عصر الخلفاء الراشدين وفي آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ظهر الغلات الذين فارقوا ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصدر الأول كالخوارج والروافض وإن كانت بذرة الخوارج ظهرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين جاءه رجل يقال له ذو الخويصرة قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل يقول للرسول الصلاة والسلام انظروا كيف هذا الانحراف يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل وقال هذه قسمة لا يراد بها وجه الله أو لم يرد بها وجه الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم يعدل فظهر الخوارج ومن بعدهم الروافض ظهرت هاتين الطائفتين فاضطر المسلمون إلى تخصيص مطلق اسم الإسلام فتسمى المتبعون للحق باسم الإسلام والسنة وذلك لأن أهل الأهواء والبدع كانوا يردون السنة التي تخالف أهواءهم يعني اللي يخالف هواه ويخالف عقله يرده فلذلك ظهر اسم السنة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم